وعلى هامش افتتحه لمحطة معالجة مياه بحر البقر افتتح الرئيس السيسي عدد من محطات معالجة وتحلية المياه عبر تقنية الفيديو كونفرنس في شبه جزيرة سيناء حيث افتتح الرئيس السيسي محطة تحلية مياه البحر بمدينة نويبع بطاقة 15 ألف متر مكعب مياه كما افتتح أيضا محطة تحلية أبو زنيمة بطاقة 20 ألف متر مكعب ومحطة تحلية مدينة دهب بطاقة 15 ألف متر مكعب كما افتتح أيضا محطة رأس السدر بطاقة انتاجية 30 ألف متر مكعب بالإضافة إلى محطة رفع مياه شادر عزام بطاقة 400 ألف متر مكعب فضلا عن محطة السلام الرئيسية الجديدة بطاقة تبلغ 5.6 مليون متر مكعب